موسيقى حياكم الله من جديد تختلف أنواع الحلويات وتختلف طرق تصنيعها وتقديمها ويعد قالب الكيك أهم وأبرز ما يقدم في كل مناسبة أو احتفال الزميلة عبير جلال زارت مخبس شارلوت الحلويات وعدت لنا هذا التقرير حول أشكال وأنواع وقوالب الكيك الفرنسي انتبه موسيقى تعد قوالب الكيك بمختلف أشكالها وأصنافها من أجمل أنواع الحلوى الغربية والمحببة لجميع الأفراد ومختلف الشرائح المجتمعية فلكل دولة خصوصية متفردة في تصنيعها لتتوجع على مدار العصور قوالب الكيك الفرنسي بخصوصية تناغمية نكاهاته المتنوعة ومكوناتها الطبيعية وطرائق الطهي والتصنيع المختلف قوالب الحلوى والكيك لجميع المناسبات ولجميع الأعمار طبعا بتختلف كل مناسبة بديزاين الكيكة طبعا حسب عمر الشخص اللي حيكون العيد ميلاد طبعه أو حسب المناسبة حتكون هي عيد زواج هي زواج حفلة زواج حفلة تخرج طبعا كل كيكة بيجي شكل معين لإله طبعا الكيكة بتزاين بأشكال مختلفة بشوكولات أو بغير الشوكولات أنواع الشوكولات في أنواع كتيرة للشوكولات في دارت شوكولات حسب الطلب يعود تميز قوالب الكيك الفرنسي إلى أصالته وعرقة المطبخ الفرنسي في عالم الحلويات فغضت الحلوى الفرنسية هي الأصل عند إعداد أي نوع من الحلويات بالرغم من تعدد واختلاف كافة الأنواع الأخرى ما يميز الكيكة الفرنسية أنه حسب السبونجة والبسكويت والخبرة الشيف وهذه عندنا معروفة ثلاث أنواع الشوكولات الشوكولات البلون هي البيضاء الشوكولات ميلك ميلك هي حليب الشوكولات السوداء نوع مثلا عندنا فريز، أناناس، مونغ، كرومبازي هشاشتها وعذوبتها في عوالم الحلويات الغربية يجعلها مصدر إلهام لمختلف الحلويات التي تلتها في كل من الشرق والغرب ليظل بذلك الكيك الفرنسي ببصمة رفاهيته حاضراً بعذوبة وفخامة المذاق الكلاسيكي التاريخي ترجمة نانسي قنقر